الوقت معينا على التليفون سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني بسرعة خير على حضرتك سيادة المستشار ويمكن المساحات المشترقة اللي تم خلقها داخل الحوار الوطني أعتقد أنها كانت كلمة السر وراء التوافق على القضايا اللي بتهم الناس زي ما شفنا حضرتك النهاردة بتطرح ثلاث قضايا في المؤتمر الوطني للشباب أمام سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وتصديق رئيس على هذه القضايا وعلى كل مخرجات الحوار الوطني طالما كانت ضمن اختصاصاته بيزود ثقة الناس في هذا الحوار الوطني سيدة هديرة أهلا وسهلا بحضرتك زي ما حضرتك ذكرتك كلمة السر هي المساحات المستركة تجربة الحوار الوطني تجربة فريدة يعني أثبتت بشكل ناعم جدا وبزكاء شديد للجميع دون أن يشعروا أن حجم المشتركات مدنة حجم التوافقات مدنة حجم النقاط المشتركة والأرضية اللي احنا وقفين عليها بشكل مشترك أكبر بكتير جدا من مناطق الاختلاف اللي احنا وقفين عليها مناطق الاختلاف بسيطة جدا احنا لما سمعنا بعض لما فهمنا بعض قدرنا يعني نعرف أن كل واحد عاوز المصلحة العامة ولكن نقدر نتناقش ونقدر نتفهم أيها النهاردة السيد الرئيس يعني ضرب عدد من الرسائل والأمثلة الهمة رقم واحد احترام المؤسسات الدستورية ما في سلطتي أنا اللي دعيت للحوار وأنا اللي موافق عليه مقدمة ما في سلطة غيري أنا هتاعد فيه فده عنوان الرسالة دي احترام الاختصاص الدستوري لجميع مؤسسات الدولة اثنين الحالة التي أنتجها الحوار الوطني اثبتت أن المجتمع حي حي سواء في رأسه أو في جسده بمعنى الرأس تستمع وتمصد وتتابع وتقيم وتوافق وتفعل والجسد يتحرك وينسك أفكار ورؤى وكواجر جديدة حقيقة النهاردة كان يوم عظيم يعني من الأيام اللي احنا ممكن نوقع عن ذلك كبير يستدر المستشار يمكن الحوار الوطني خلق حالة من الحراق السياسي اللي كنا مفتقدينه وكانت الأحساب دايما على يعني ما يصدر عنهم من تصريحات مهمشين مش موجودين داخل صناعة القرار السياسي النهاردة بتصديق سيد رئيس عبد الفتاح السيسي عن كل ما يصدر عن الحوار الوطني وقضايا مهمة يعني طرحت اليوم وأنا عارف أنه ده مجهود كبير وشغل ناس كتير داخل الحوار الوطني الحديقة حدست عنهم قضايا هامة قضية مسألة الوصاية المالية قانون تداول المعلومات يعني يمكن حالة الحراق السياسي اللي حصلت من الحوار الوطني دي احنا محتاجينها منها تستمر علشان نشوف استمرار الحل للقضايا اللي بتؤزم حياة الناس بشكل كبير الحقيقة النهاردة يعني طرح سؤال من مدير الجلسة حول هذه المسألة وانا حاولت ان انا اوضح يعني الحوار كاجراءات بدأ وحدد قضايا وهيرفع مخرجات للقيادة السياسية والقيادة السياسية هتنظر فيها يعني في ضوء التوافقات او عدم التوافقات اللي موجودة لكن النقطة الايجابية في الموضوع ان هذه التجربة كاشفت عن ان حالة الحوار ولا اتكلم هنا عن اجراءات الحوار حالة الحوار يجب ان تستمر يعني استمرارية الحوار يعني الحقيقة بتخلي المجتمع حيوي وبتخليك دايما مطلع على شواغل الناس بتخليك دايما يعني يعني بتوصل لأسلم الحلول بص يعني اقول حضرتك على حق الفكرة كانت بسيطة جدا وهم معنيين مبنيين على بعض لا يوجد تصويت في الحوار الوطني الناس اعتقدت في البداية ان عدم وجود تصويت دي حاجة سلبية لا بالعكد دي معناها ان انا ساحترم الرأي حتى لو كان الذي يتبناه فردا واحدا اذا كانت له وجاهة وكانت له فائدة عمليا دي 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 نقطة يعني مفتاحية فيعني يعني اتنين احنا الحوار الوطني طاردو دي نقطة لازم اوضحها جوي الحوار الوطني جيه في 22 ما جيه في 16 ما جيه في 18 ما جيه في 15 في هذا الوقت الدولة كانت مش بقول بقى عندها اولوية بقول ان ما كانش امامها اي اختيارات غير انها تحافظ على امن حدودها وتحافظ على سلامة ابنائها وتحافظ على امنها وتحارب الارهاب ده رقم واحد رقم اثنين كان لازم تبني مؤسساتها الدستورية تعمل دستور تنتخب مجلس نوار تشكل حكومة قوية يبقى عندها اجهزة رقابية واجهزة مستقلة فاستكملت بنائها الدستوري وبنائها المؤسسي رقم ثلاثة البنية التحتية وبناء الاقتصاد يهزم صرافي قوي بنية تحتية في كل المجالات موجودة فالكلام ده كله يعني مش عاوزة تتكلم عن دول شقيقة ومجاورة الحوار السياسي لما بيبقى على غير هذه الأسس بينتج إلى نتائج تلبية صحيح لأنه يعني لما جاء لحوار سياسي إذا كنا لست بنتكلم عن تثبيت يعني دعائم الدولة حضرتك بتتكلم عن الجهاز المصرفي الإصلاح الاقتصادي كل ما حدث في هذه الفترة ده حقيقي ده حقيقي فبالتالي ده معناه أن حتى الرؤية السياسية في توقيت إطلاق الحوار الوطني كانت يعني صاحبة وجه النظر أنت الحوار عندما يبدأ على دولة مستقرة على حدود آمنة على إرهاب تم القضاء عليه هنا نقدر بقى عليه وبالمناسبة السيد الرئيس في وقت الثابق وصف الحوار الوطني بأنه إصلاح سياسي موجن صحيح وبالتالي وقد حان وقته فبالتالي يعني المثالة ماشية ولكن فيه تراتوبية وفيه توقيتاتها وبنانة على حسابتها ويمكن كمان زي ما شفنا تمثيل كل الفئات الحسبية والعمرية بنات ورجال داخل جلسات الحوار الوطني ده كان مهم جدا أنه يكون فيه يعني تنوع في الحضور وده كمان شفناه النهاردة في مؤتمر الشباب وده نقطة بتطمن الشارع وبتطمن كل الناس أنه كل الفئات ممثلة كل الفئات من حقها أنها تتكلم وتقول رأيها وتطرح الحلول وتطرح القضايا كل مكونات المجتمع المصري بالكامل موجودة برلمانيين أعلميين سياسيين شخصيات عامة قيادات محلية مجتمع مدني النقابات مهنية يعني كل الناس رجال نساء سباب شيوخ كل الناس موجودة يعني علشان تعرفها ليه ليه كل الناس موجودة علشان لكل رأي وجهته ولكل الآراء احترامها فبالتالي أنا أنا كرئيس أمانة فنية أنا والفريق اللي معايا بنتعب جدا فيه ترتيب الجلسات علشان حاجة واحدة بس العدد الزائد من طلبات المشاركة على الطاقة الاستعابية للقعاش مرد بقاش عارب ودي حاجة إيجابية جدا سيادة المستشار هو موجود كبير لكن هي مفرحة هي مفرحة وكل حاجة يعني اللي أنا عاوز أقوله أني يعني التهمة يعني الحوار في وقت يعني يعني قيلت عنه بعض الإشاعات يعني بيقولك آه لا 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 ده الحوار محدش بيروح وده الحوار محدش عاوزه ده الأحزاب هتنسحب يعني فيدي أنا مش عارف ألاقي مكان للأحزاب أصلا من كتر ما هي عاوزة تحضر أصلا الحال وده يمكن سبب كبير للنجاح الحوار الوطني مسألة تمثيل جميع الفئات وده يمكن شفنا النهاردة الصورة كانت واضحة أن حتى الأحزاب اللي بيطلق عليها أحزاب معارضة كانت موجودة وممثالة وبتتحدث أمام سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تطرح وجهة نظارها تطرح حلولها تطرح قضاياها وده مهم حتى أن السيادة تؤكد أن المجتمع لازم يفضل دائما وأبدا في حالة حوار وطني المعارضة المعارضة يعني حتى أخذت مجال أكتر من أي حد تاني وده يعني من يعني ده حاجة تحسب للسيد الرئيس وتحسب للحوار الوطني وتحسب للدولة البطرية صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيدة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني شكرا جزيلا على وجود حضرتك معا